تحت عيون المرشد صاحب القرار في إيران موقف مفاجئ من أحد المقربين إليه سابقاً والطامح الآن إلى فترة رئاسية جديدة في إيران تصريح من محمود أحمد النجاد شكل انقلاباً على نظام ولاية الفقيه فالرجل الذي نصبه خامنئي بنفسه لولايتين وجه انتقادات لاذعة للنظام الإيراني مؤكداً أن من حق الإيرانيين تغيير أي جزء بالدستور بما في ذلك منصب المرشد التصريحات جاءت في كلمة لأحمد النجاد على شبكة التواصل الاجتماعي كلاب هاوس حيث قال إن إرادة الشعب هي الأساس وولاية الفقيه يجب أن تكون رمزاً ومظهراً من مظاهر الإرادة العامة لم تقف انتقادات الرئيس الأسبق على نظام ولاية الفقيه بل تطرق أيضاً إلى مسألة الحرية قائلاً صراحة إن إيران بلا حرية في بلد بلا حرية لا يمكن أن يكون هناك نمو والزهار من ينتقد الجمهورية الإسلامية يسجن هل تدافعون عن الوضع الراهن؟ لقد أغلقتم الباب أمام النقد لدرجة أنه يبدو خروجاً عن المألوف تأتي تعليقات أحمد النجاد اللاذعة في وقت يسعى فيه للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر أن يعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني خلال بضعة أيام أسماء المرشحين الذين وافق على أهليتهم وتعليقات أحمد النجاد طالت مصداقية هذا المجلس أيضاً بالطبع يتناقض كلام أحمد النجاد الآن مع تصريحاته عندما كان رئيساً للبلاد حيث قال عام 2011 إن ولاية الفقيه إرث عظيم وإن حكومته ستعمل في هذا الاتجاه أيضاً في العام 2009 وصف أحمد النجاد الانتخابات في البلاد بالشفافة والنزيهة وهي التي تلتها موجة احتجاجات واسعة النطاق في إيران إذن رسائل داخلية وخارجية شكلت خطاباً مختلفاً يدعو للحريات والانفتاح على دول العالم عكس الحزب المتشدد الذي يحظى بدعم الحرس الثوري ومكتب المرشد الإيراني وعكس تصريحات أحمد النجاد نفسه في أعوامه كرئيس لإيران لين حصاب الله العربية